السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته شين شجرة في الصحرائي تشكو عطش النازل المائي تشكو ربا كل مسائل أغنية بسيطة لتلسيل الحبز كمان هنقول للطفل ان الشين ما عندي عليه الكلمات برضو زي شين شمس شين خشب شين شجرة شين شبكة وهكذا ما عندينا برضو وسيلة برضو زي كده ممكن اي وسيلتان ما عنديكي او لو من عندكي ech وسائل ممكن ترسميها فوق الراسة وتكتبها كده وتخل الطفل لقولها ومكرر الاسم وتقول له هذا .حرف الشين هدة حرف الشين زي كل الحاجة له اسم غير برضو جاءة اسم ده حرف الشين .ذها حرف الشين لحد ما يعرف حرف الشين كمان هنقول نبتو كيف uns الان الم كل عبدا ان pulley به ت inad Relations هنقول هناك طبق سواء هي مع السضر وطبق صغير على السطر وطبق كبير تحت السطر وفقي ثلاث نقط الشكل ده طبق صغير وطبق صغير وفارد دراعة او جناح وفقي ثلاث نقط تمام؟ الأخطاء اللي فيقع فيها الطفل انه يعمل لك الشين يعمل لك ثلاث سنان ومدل ما يجيب الجناح او الدراعة من الاخر لا بيجيبها من الاول يعملها كده ويعمل نقطة طريقتها غلط لازم الجناح من اخر السنة اه بردو ممكن يعمله لك الزاد انه يعمل الجناح ويعمل تلاث سنان والنقطة غلط بردو ممكن يكتبوا الشين الشين دي يعمل هالك السنان بتاعتها وحية طويلة وحية قصيرة وحية طويلة غلط النقطة ممكن يعمل لك النقطة يختلف النقطة انا ممكن اعملك واحدة يمين واحدة شمال واحدة فوق واحد تحت يعني لازم النقاط تكون فوق بعض تمام دي غلط تمام كده ونقول الشين انه زي ما قلنا الشين اخو السين دي الحروف المتشابهة في الكتابة دي الحروف المتشابهة في الكتابة السين والشين اشكال الحرف او اسرة الحرف الشين في اول الكلمة طبق صغير وفارد دراع او جناح وفوقيه ثلاث نقاط ونلازم نعمل السطرة ونوضح الدراع او الجناح بايديك وفوقيه ثلاث نقاط وفي اول الكلمة والحروف بتشبك وراه في نص الكلمة او وسط الكلمة دراع وبعدين ثلاث سنان وعليه ثلاث نقاط ودراع ثاني وليه شكل اخر برضو اللي بيكون من قبل حروف حروف رفاسة او مرفوضة او شقية هذا الشكل والشكل الثالث اللي هو في اخر الكلمة اللي بيكون جاعد في الاخر نعمل الدراع او الجناح واخد الشين في الاخر وليه شكل اخر الشكل ده اللي بيكون قبله حروف رفاسة كلمات الشين في اول الكلمة escrever الشين في اول الكلمة المنفصل التالت من الشاكريين ده المنفصل ده المنفصل ده الشيئ ده اللي يجوبك الحروف ده الكامت هذا النقص تمام وعندين حركات فتحه ضمه قصره سكون الحركات القصير حرف الشين قبل كده عارف الحركات فيه حركات اربع حركات الفتحه شطه فوق الحرف الكسره شطه تحت الحرف ضمه صغيره على الحرف ضمه ضمه فوق الحرف والسكون دائما بيجيش الواحد يجيب اي حرف معه باي حركه عشان يقعد معه في البيت ويتنطد معه ضعيف وخائف ما بيطلقش الواحد او ما بيكتبش الواحده جيبنا حرف النون وعليه اي حركة مثلا الفتح دي شا حركة الفوق شو شو شي تحت شي دي نفتح الشفائف الفوق ده نضم البوج دي الشفتين تحت شي والسكون دي ايه دايرة ايه ساكنة او صوتها خفيف ضعيفة بيجيزها في السكون نش 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 دي اسمه قبضة الايد هي السكون وعجبنا عليه كلمات شا شمع شو شعلة شي شراع نش نش ربو شا 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 نش شا 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 دي اسمها حركة قصيرة دي اسمها حركة طويلة وحروف المد مش بنحط عليها حركات يعني بتجوة تفاضل مغير حركة يعني الحركات الطويلة الفتح الالف والو واليا مش بيكون عليها حركة الحركات القصيرة هي اللي بيكون عليها حركة شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لكن ذو دبي سيدي ها نجت予ي سنجد انشطة فهم لاجبنا 3 انشطة handرazi لون لون شين اله الكثير لدينا شي و شا واد ي Maximum و assr يرون صوت الطويل this is a lot of ви this is what is a lot of this is what is Where we are it is we are لن نشreno ، لن نشأ ، لن نمون على شcje. يقول لك تنضي لحرف المد والممدود باللمدود باللون الأحمر باللمدود igen من شاروق ممدودة بالألف سنلونه بالأحمر والممدود نلونه بالأسود والممدود يأتي يبل المد سنلون الشين باللون الأسود الطفل ليس لادل أي لون وبعدين المد باللون الأحمر ان ي?' فرق بين المد والمد النشط التالي باء ب wp Has Gorbd T ونظر انها في مكان البداد في أول الكلمة شاهدت رشا شجرة في الشارقة شجرة جهيفية وهذو كلمة شغيع فرقا في أول الكلمة الشارق يخبر diy الانشطة اه برضو عندنا النشاط الكتاب ارسم اشياء بها صوت حرف الشين اه اسأليه وشو فيه حيجيب كلمات فيها حرف الشين ولا لا وخليه يلونها يرسمها ولونها وينطق يبص على الصور وينطق صوت ايه ده والشين بتاع الصور اللي جاعدة في الصورة ايه الصوت بتاعها فاتحه ولا ضمه ولا قصر ايه ووصلها مثلا زي شو شو معرفش بالاشارط شو شو الشين عليها ضمه وهكذا هنا برضو بيقول لك استمع اسم ارسم دائرة حول صوت الشين يعني بص على الصورة ايه شمس الشين اول حاجة بيبجي حط دائرة على مربع الاولاني عش الشين اخر حاجة جاعدة حط دائرة او نقطة عن المربع الاخير او التاني هنا كلمات كلها بحرف الشين نحط دائرة على حرف الشين هنا محاكات للحرف يعني بص على الحرف ويكتب زيه ويكتب على الصدق فتحه يكتب فتحه ضمه يكتب ضمه انظروا للصورة ويكتب حرف الشين بص على صورة ويبجي إلى محاكات شجرة شعلة شعلة شرع ويكتب اللوح ويكتب الصوت ويبجي شين تحتيها قصرة وهنا يرتب الحروف عشان يكون كلمه كل حرف الواحدهille بس لترتيب الحروف ويكتب الكلمه جنب استقر الى هنا هنا بردو اقرأ واكتب اقرأ واختر الصورة يبص على الصورة ويشوف الكلمة فين عش هنا اهي يوجد يوصلها والشراع برضو يوصلها بالشراع تمام نشاط المنزلي اول صفحة حيكتب حرف الشين يرسموا ويلونوا وكمان لو قدر يجيب كلمات يلونها مسلا على حرف الشين الصفحة التانية وصرة الحرف اشكال الحرف صفحة التالتة الحركات القصيرة الصفحة الرابع الحركات الطويلة اه سنقول الترمي الاول عليهم كله معادل حركات الطويلة النظام الجديد النظام الجديد كان بياخده كله في يوم في سبوع الحرف نفسه كان بياخده في سبوع لكن النظام الجديد الجديد الحركات الطويلة مخلينها الترمي التاني فانت المحتاجة خديه سواء كانش حرف في شكل حرف حركات قصيرة حركات طويلة او نمازج تمام يارب الفيديو يعجبكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير وفعالوا قرس عشان نوصلكم كل ما هو جديد كانت معكم الصفحة قناة يوتيوب يلا مع السلام